وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد الخبير النفطي عبد الرحمن المشهداني سيد عبد الرحمن إلى أي مدى يمكن أن تتأثر أسعار النفط بمثل هذه الحوادث التي حدثت اليوم لناقلتين نفط في خليج عمان والحقيقة يعني هذا مؤشر ربما على التطورات ستكون لاحقا الهجوم الأول الذي حصل في ميناء الفجيرة كان ممكن أن يكون بداية لجس النبض لما ستؤول إليه الأمور لكن استمرار هذا الهجوم أنا أعتقد أنه مؤشر لخطير لسوء الأوضاع الأمنية بالنسبة لناقلات النفط التي تخرج من الخليج العربي والحقيقة أيضا الرقعة تسعت يعني الأمر لا يقتصر فقط في الخليج العربي وإنما البحر العربي وبحر عمان وبالتالي هذه المنطقة كلها ستكون منطقة قلقة بالنسبة إلى ناقلات النفط وقلق ناقلات النفط يؤدي إلى ارتفاع أسعار التأمين على ناقلات النفط وعلى شحنات النفط الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النفط وبالتالي ارتفاع أسعار خلال المرحلة القادمة كل التطمينات وكل التنديدات أنا أعتقد لا تكفي لتهديئة الأمور سواء نددت الخارجية الإيرانية أو الخارجية الإماراتية أو حتى الخارجية الأمريكية والبريطانية لكن هذه كلها لن تطمن السوق النفطية لأنه هذا يتأثر بالعوامل الأمنية والعوامل السياسية ما هو الكفيل بطمأنة الأسواق وما الموقف المتوقع من المنتجين وعلى رأسهم أوبيك والمنتجين المتحالفين معه أنا أعتقد أنه هذا الأمر حل سياسيا بالدرجة الأساس متى ما حلت المشكلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتخفيف الحصار على النفط الإيراني عند ذاك ممكن أن تطمن الأسواق أما الآن فأعتقد أنه الأمر خارج عن السيطرة لأنه حتى المسؤولية لا يستطيع للولايات المتحدة الأمريكية ولا السعودية أن تحملها لإيران لأنه كل العمليات التي تجري خارج عن السيطرة ضفادع بشرية خارجين عن القانون طائرات مسيرة كلها تصدر من جهات مجهولة حتى وأن كثرت الاتهامات باتجاه هذا الطرف أو ذاك لكن أنا أعتقد أن الموضوع لا يحل إلا بالشكل السياسي والدبلوماسي شكرا جزيلا الخبير النفطي عبد الرحمن المشهداني كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد ترجمة نانسي قنقر